بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا حالاتنا بتاعت يوم الثلاث بنعيش فيها إحساس مختلف شوي إحساس مزيج من إحساس بالمسئولية مع الأمل مع الإحساس بأن إحنا عايشين طول الوقت في مدد ربنا سبحانه وتعالى عندنا أمل كبير جدا جدا إن ربنا سبحانه وتعالى عيوسع علينا وإن بكرة عيكون أحسن من النهاردة وإن كل الخير اللي إحنا بنزرعه عجني سامرته بكرة بس برضو ده ما يخفيش إن إحنا برضو بنشعر بالقلق وعشان كده بنبص على كل مكونات البناء مش بس بنبص على أولادنا لكن بنبص كمان علينا كلنا أكتر حاجة لازم نبص علينا الباني الأباء والأمهات هل هم في حالة أمان في حالة اتزان ولا لا وعشان كده لازم من وقت للتاني نركز شويتين تلاتة على حاجات بتحصل بيقلقني سؤال كتير قوي سؤال دايما بيكون ما بين الأباء والأمهات لما يجوا يسألوا نفسهم سؤال يتكرر كتير أول ما يتكرر كتير السؤال ده أنا بقلق اللي هو سؤال إيه؟ هل أنا أستحق أن أنا أكون أم؟ هل أنا أستاهل أن أكون أب؟ واحد يقول لي طبعا طبيعا واحد يسأل السؤال ده عشان يحسن من نفسه لا هو صحيح أن الناس تتعلم وتطور من نفسها مش الصحيح أن أنا أفضل طول الوقت بسأل السؤال ده ليه بنسأل السؤال ده؟ واحد يقول لأن أنا دايما بقول هو أنا عملت اللي علي تجاه عيالي هو أنا كنت غلطان في طريقة تربيتهم وده هيأثر على حياتهم ومستقبلهم ولو أثر على حياتهم ومستقبلهم أنا هكوني السبب ولو كنت غلط في حقهم هل هيسامحوني؟ يا نهرب يا تشوف الأسئلة المتتالية؟ أسئلة المتتالية خلت إيه بقى؟ خلتنا ندخل إما في مشاعر كلها مشاعر سلبية هذه المشاعر السلبية كلها بتستهلك طاقة الإنسان وبتستهلك قدراته وبتستهلك كمان علاقته بربنا لما يبتدي يسرق إليه الشعور بالذنب والتقصير تجاه أولاده إحنا النهاردة هنتكلم عن ده هنتكلم عن الشعور بالتقصير تجاه أولادنا ولازم أقول لكم مهما يكون الأباء والأمهات محسنين في تربية أولادهم لكن في ناس كتيرة يفضل الشعور بالتقصير عمل لهم كده إزعاج وعمل لهم كده قلق وعمل لهم كده إحساس بشيء بيكسر الإرادة بالزبط زي شعور الإدمان والشعور ده ما بينفرقهمش بالعكس الشعور ده يبدل يدزايد وينهش فيهم وينخر في عظامهم وهم في حالة استسلام لي الشعور ده هو شعور التقصير في تجاه أولادنا في حالات مشهورة بقى موجودة حوالينا أنا انتقتلكم أربع خمس أحوال زي دي بيزيد أو الشعور ده اللي هو الشعور بالذنب والإحساس بالتقصير تجاه الأولاد لما إيه لما مثلا تكون الأم بتشتغل أو لو عندها طموح أكاديمي وبتكمل دراستها الماجستير والدكتوراه أو بتكمل الأستاذية ويا سلام بقى لو طلعت الأم مطلقة وشيل أغلب مسؤوليات الأولاد أو لو الأب بضطر يكون لأولاده الأب والأم لأن الأم توفيت أو هو انفصل عن الأم والأولاد معاه أو لو الأب مسافر برا ومعاه أولاده أو لو كانوا في مستوى اقتصادي مش متناسب مع طموحتهم تجاه أولادهم كل ده بيخلي لهيب التقصير يشعر به الأمر ده في هنا لقطة لابد أن أنا أتكلم معكم فيها لم ام تبقى بيزيد الإحساس بقى ده عند الأولاء عند الأباء والأمهات لما تحصل التقوط الحياتية ويكونوا مش متحملين في إيه اللي حصل فينفسوا في بعض في بعض الأحيين ينفسوا في بعض إزاي تجد بقى العصبية والغضب سواء بينهم وبين بعض ما بين الأباء والأمهات أو مع الأولاد نفسهم لأنهم حسين بالتقصير فبدل ما يحاولوا يضعوا حل مهني وعلمي وإنساني وحياتي لهذه المشكلة يتزايد عندهم ده وإيه اللي حصل وتزيد متلالة الشعور بإيه بالزمن فيزيد الإحساس بالتقصير قوي بقى مع صنف إحنا دايما بنتكلم عنه وإيه اللي بخليم يتكلم عنه لأن إحنا يبدو إن كل اللي حوالينا قطر هؤلاء الناس في وسطنا اللي هما مين دول إنهما الناس اللي هما سعيين إلى المثالية يزيد عندهم الشعور جدا 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 بالتقصير في حق أولادهم فأي تصرف بيخرج منهم مش على المعايير المثالية اللي المعايير بقى اللي هي البرفكت اللي هو أفضل حاجة تجاه أولادهم يروحوا جلدين نفسهم وأي خطأ بيعملوه الأولاد بحكم إنهما لسه بيجربوا ويتعاملوا يحسوا إنهما مقصرين في تربيتهم أنا فشأة وأتلاقي العبارة أنا فشلت في تربيتكم أنا أم فشلة أنا أب مش مسؤول أنا حاسس إن أنا ضعت بس هم مش هو ده اللي قال ليه حضرت النبي مش ده اللي حضرت النبي قال هن لما علمنا كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيتي آه هنا بقى نقف شوية مع معنا كلكم راعن كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيتي أنت لن تتحاسب عن هذه الرعية بل هم أنت تؤسسهم وتساعدهم فأنت مساند ولا استبديلا عنهم الأمر الثاني أن أنت باعتبارك راعي وهم باعتبارهم راعية ما بتخرجوش من إطار كله بن قدم خطاء فطبيعي أن ده يحصل طبيعي يعني إيه ممكن يحصل مش لازم يحصل لكن ممكن يحصل وإنت لازم كإنسان تكون متصالح مع مؤذن ماذا تطوير الأداء الذي يسميه الناس الفشل الوقت اللي أنت لا تصل فيه إلى النتيجة عندي اسمه السعي إلى تحسين الأداء وعزائك رسول الله سلم علمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإنقل يبقى لازم إحنا نداوم فلو ما كانتش فيه تحسين عن داوم كيف سنداوم لكن هل مقتدر رعاية دي والمسؤولية اللي موجودة في حديث الرسول اللي أنا سأسلب أن يتحول لأباء والأمهات إلى أباء وأمهات خارقين أبدا والله دوات مش موجود خالص ولا إن الشخص لما يجي تحاسب أمام الله هتحاسب أمام الله على نموذج الأب والأم الخارق أبدا لكن مقتدر رعاية إن احنا نكون أباء اسمع إن احنا نكون أباء صادقين إن احنا نكون أباء متزنين في الخلاصة إن احنا نكون أباء حققيين لأن كتير من الأباء لما بيحصل لهم ده ساعات بيروحوا يمثلوا وساعات بيخرجوا من مقتدر الصدق ويحرقوا في نفسهم ويطلعوا مشاعر غير مشاعر لجواهم فيصبحوا بيتأكلوا والأولاد مش عارفين هو إيه اللي بيحصل لهم لدرجة أنا شفت أباء وأمهات بسبب الشهور في التقصير عاديين يخسوا وعاديين ينهاروا من الداخل وبيحاولوا يعيشوا مع أولادهم حياة طيبة وإيه اللي حصل وإيه اللي حصل ويغلطوا أو قط معهم لكن الغلط ده مش هو الأساس لكن هم بنقدمين طابعيين متزينين بيحاولوا يعملوا عليهم بقدر المستطاع وإذا حصل خطأ بيبقى استثناء لكن بيكملوا وهم وقفين وما بيقفوش عند التقصير كتير لأن هو التقصير حصل لكن الوقوف عند التقصير بيكون عشان نقدر نعمل حاجة أحسن في الأمام وما بين التقصير ومحاول التحسين كتير من الود بيحصل وكتير من الأرب بيحصل ما بين الأباء والأمهات اللي متزينين الحقيقيين ويحصل كتير من النور وكتير من المدد وكتير من الساعة من رب العالمين فلذلك احنا الأوقات دي الأوقات أولادنا انتوا متخافوش أولادكم لما بيشوفوكم بنقدمين طبيعيين بيعرفوا أن الحياة مش محتاجة أنه يبقى خارق لأن في بعض الأحيان الشعور ده بيخلي الأولاد ينغمسوا في الإحباط لازم ندي أولادنا الأمل أن نحن نعيش بشكل طبيعي مشكلة إدمانة الشعور بالتقصير أنه بيخلينا نعمل أربع أشياء بتفسد علينا حياتنا وبتفسد تربية أولادنا أول حاجة التمادي في الأحساس بالذنب بيخلينا نحس أن احنا لازم نلعب دور المنقذ على فكرة دور المنقذ ده ده مش دور من أدوار الأباء والأمهات لكن دور ماذا؟ دور مساند ومساعد الإنقاذ لو أنت هتلعب دور المنقذ يبقى أولادك تايماً في هلاك أنت هيحصل إيه بقى؟ دور المنقذ ده هيخليك تلعب مع أولادك دور أن أنت تخليهم يعيشوا عادمين المسئولية والمسئولية عليك أنت دايماً فتكون أنت البديل فإيه اللي حاصل؟ فتشيل عنهم كل المسئوليات فيطلع الأولاد فما يكونش فيه خطأ وما يكونش فيه تعليم فإيه اللي يحصل؟ فالأولاد يتعلموا الاعتمادية والأولاد يطلعوا بلا مسئولية عشان إيه؟ عشان أنت عايز ما تقصر وإنتوا عارفين إنتوا شفتوا الكلام ده الحاجة التانية يبقى لازم رب الولد من أول يوم من أول ساعة أنه هو عبد لله زي ما أنا عبد لله لو أنا عايز أتعامل صح والعبد لله مسئول زي ما أنا مسئول ولزاك إيه اللي حاصل؟ إحنا بنعلم أولادنا الصلاة لسبع وبنخليهم مسئولين بعد كده عن أنهم يؤدوا صلواتهم فهم مسئولين كمان لأنهم عبيد تاني حاجة الشعور اللي بيحصل بسبب إدمان الشعور بالتقصير تجاه الأولاد أن يحصل لما نتمادى في الشعور ده يخلينا نقوم بدور الضحية نحس أنه إيه؟ بعدم الرضا عن نفسنا بيخلينا نعمل إيه؟ نبذل وإحنا منتظرين المقابل أنه يرجع عضعفا مضاعفا ما إحنا خلاص استهلكنا نفسنا فنبقى حسين لما نحس بعدم التقدير نحس أنه إحنا بقينا ضحايا وخاصة أنه إحنا مستهلكين فنحس إيه ده؟ أنا ضحيت بعمري علشانكم والأم هات تقول للأباء يقولوا أولادهم كده أنا بكلمكم عن حاجات بتحصل عشان ننتبه يا جاي منين؟ تقولوا إيه؟ أنا ضحيت بعمري علشانكم أنا تكفيت عليكم أنا مرضيتش زوجي يقول مرضيتش تتجوز علشان أنتو تساعدوا وتفرحوا فيه اللي حاصل؟ هو بيمارس دوره الضحية لأنه هو حسب إيه؟ إنه هو يجب إنه هو يسيب التقصير اللي عنده ده فيجب إن الحياة ما تبقاش طبيعية وتبقى الحياة ستسنائية فيبقى هو ضحية الحاجة الثالثة اللي بتحصل أحساسنا بالزنب بيخلينا نتحول في بعض الأحيين لجلدين من كتر ما بنجلت نفسنا نتحول لجلدين لأولادنا فنبقى عندنا نقد لازع للأولاد لدرجة إن الأولاد من شدة نقدنا ليهم من شدة جلدنا ليهم يفقدوا ثقاتهم بنفسهم للأسف الشعور الرابع والأخير اللي أنا اخترته من جملة مشاعر كتيرة جدا جدا إن التمادي بالشعور بالتقصير بيحولنا إلى هاربين فنهرب بقى من ضغط الإحساس بالتقصير فنقعد بالساعات قدام السوشيال ميديا أو نقعد بالساعات على القهوة أو نقعد بالساعات مع صديقاتي ونسيب خالص العمل ده اللي هيخلينا نجلة نفسنا بدل ما نعذب نفسنا يا سادة يا أباء يا أمهات رفقا بأنفسكم في الراحة عليكم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى مهم جدا جدا في الحقيقة خلينا نعيش في راحة ورحمة ومش بس نعيش في راحة ورحمة ونعيش كمان في وسح وده أهم حاجة أهم حاجة تحسس نفسك وأولادك بالوسح ونزي كان أقولكم على ثلاث مبادئ لازم يكونوا معنا وإحنا بنتعامل مع ده لن تكون إنسان متخلص من الشعور بالتقصير حتى تشعر بالوسح هذه أول مبدأ الحيارة أوسأ بكتير من اللي فات اللي فات مش هو نهاية العالم فلازم تحس بالوسح تاني حاجة لازم تحس بإيه لازم تحس بإنك أنت مش مهمل أنت ممدود عندك مدد من الله فالدنيا واسعة ومش ربنا مصابكش في الوسح ده لوحدك يعني القيمة التانية قيمة المدد أنت ممدود من الله القيمة التالتة يا قيمة إيه قيمة الرجولة ورجولة دي تنفع ورجولة دي صفة للأباء وللأمهات لأن الرجولة دي هو معنى ووثبات والإصرار والحرص التلات معاني دولة اللي موجودين هتقدر تفهم بقى كلام رسول الله سلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة يعني إيه إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه فإنت لما تفهم المعاني التلاتة والقيمة التلاتة دي تقدر تكون إيه هادئ إحنا محتاجين أباء وأمهات هادئين هادئين مش متبلدين طب هادئين إمتى يكونوا هادئين الدنيا وسعة أنا عندي مدد الله أنا راجل سواء كنت ذكر أنا أنثى أنا راجل محافظ على اللي أنا فيه وداخل في قولي تعالى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عادوا الله عليه أنا راجل ولزيك أول الرفق الرفق بنفسنا إنك تترفق بنفسك الرفق إننا مش لازم نحمل نفسنا فوق طائطنا عشان نقدم أفضل حاجة ممكن أفضل حاجة أن نوصل لها بس واحدة واحدة ممكن أخلي أبني شديد الثقة بالنفس بس لما أبتدي بابتسامة مش لازم أبتدي بمحضرة عبقرية ولا أبتدي بكلام عبقري يخلي أبني يتلوح لا خلينا خلي إبني يطمئن إن الدنيا واسعة وأنا بتعامل مع كل حاجة بابتسامة بتعامل مع كل حاجة بهدوق هنا إبني أحس إن الدنيا لسه فيها خير مش لازم عشان أحسس إبني إن الدنيا لسه فيها خير أحسسه إن الدنيا كلها أروح مدخله في بابل وأحسسه إن الخير في البابل في الكابسولة دي بس لا أنا ممكن أحسسه الخير كله لما أكلمه عن الناس الكويسة الموجودة في كل حاجة ترفقوا بنفسكم وبأنكم حتى لو أخطأتهم مع أولادكم فالخطأ مش نهاية العالم لسه فيه لسه في وسه الغلط يا سيدي خليه حافظ اسمع كده كلام سيدي من عطاء الله السكندري وبيقول لك عشان يعلمك إزاي هو فهم من سنة رسول الله ومن كتاب الله إن الأخطاء ممكن تكون حوافز بيقول لك معصية أورثت زلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبار فإذا كان الخطأ هيورثك الاحتياج لمزيد من العلم ومزيد من الفهم الحمد لله على إن ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا بيربينا يبقى ده حافز يخلينا نتعلم نخرج من اللي احنا فيه إلى وسع الله وكمان لما نخرج من وسع الله أنا أعرف إن احنا الخطأ جانا عشان نخرج أحسن ما فينا فينا وفي أولادنا ويخلينا رب أولادنا بحكمة ورحمة أكتر ترفقوا بأنفسكم وعيالكم وسلموا قلوبكم لله وقلب عيالكم لمولاكم لأن من سلم سلم ما تخفوش أنت في معية الله أنت في مدد الله أنت وأولادكم في مدد الله والمرب على الحقيقة هو الله فلازم أنت تعرفوا إن الله سبحانه وتعالى يمينه قبل أيديكم وهو الذي يربي أولادكم ونزاك هو الرب الذي يربينا ويا ستي العزيزة يا أيها الأم التي تتحمل كل هذا والأب المنشغل والمشتت بكيف ستفعل مع أولادك لازم تعرفوا إنكم قمتكم الكبيرة قوي 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 عند أولادكم أنتم نعمة غالية ونعمة ربنا رزق بها عيالكم لأن الله سبحانه وتعالى جعلكم محل الرحمة والود والحنان والرعاية الحب اللي في قلوبكم ده مش من عندكم ده من عند ربنا فقدروا نعمة المحبة اللي ربنا ودعها في قلوبكم لأولادكم واشكروا نعمة ربنا وكونوا مطمئنين واعرفوا إن ربنا بيعينكم علشان تقدروا تكملوا وتروع أولادكم وإياكم تحسوا إن المسئولية دي عب المسئولية دي شرف المسئولية دي مدد المسئولية دي عون وخليكم دايما اكتبوا على أقلوبكم هذا وهو معكم أينما كنتم اكتبوا على أقلوبكم أليس الله بكافة عبدة اكتبوا على أقلوبكم استعن بالله تجده تجاهك أولادكم ما يشعروا إن الأمومة أو الأبوة عبر لما أنتوا تشعروا بإنها عبر لكن أنتوا إذا شعرتموا إنها نعمة الأولاد داعي يكرموكم ويحسوا إنهم بيتعاملوا مع مكرمين ويحسوا إن أنتوا تجي على أقلوبهم قبل ما تكونوا دAH تجي على رؤوسهم طب نعمل ايه عشان نوصل لده هولي الإجراءات بسرعة وممكن نكررها مرة تانية أول حاجة احرسوا دايماً أن انتوا يكونوا عندكم وقت خاص أيوة لأولادكم لا 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 وقت خاص لديكم انتوا تمارسوا فيه حاجة بتحبوها عشان تجددوا حياتكم وتحسوا بأن الحياة نعمة لأن انتوا لو حسيتوا بأن الحياة نعمة هتحسسوا أولادكم بأنهم نعمة أنا مثلاً النهاردة قررت أن أنا أسمع حاجة لطيفة بتخليني أشعر بأن أنا حر طليق عبدي لله عشان أقدر أرجع لأولادي ونحس إحنا الاتنين أن احنا عبيد لله فلازم نعمل كده لازم أنت إذا كنت بتحب تسمع حاجة لازم تسمعها كل يوم عشان تقدر تكون متزن تاني حاجة فكروا في النعم والمهارات اللي ربنا وهابكم إياه وحاولوا تستثمروها مع أولادكم وتحاولوا تعملوا الحاجات اللي انتوا شاطرين فيها لما تيجي تعمل الحاجة اللي انت شاطر فيها بتهدأ ولما تعمل الحاجات اللي انت شاطر فيها أولادك بتحلو الحياة في عينهم لأنه بيشوفوا إنسان متزن هادئ منتج حاسس بنعمة ربنا تالت حاجة اتعلموا من فترة تانية حاجة جديدة عن التربية ليه طيب الله سبحانه وتعالى قال وفوق كل ذي علم عليم وإحنا شايفين الوضع اللي احنا فيه أولادنا محتاجين جبل من التربية أنا صعيب أكلم الناس برفيكشنست لا محتاجين جبل من التربية يعني الله مدده كبير ما تسيروش الهم ولكن اتعلموا اتعلم كل يوم مسألة وعشان كده الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يومه كامسي فهو مغبون عشان ما تبقاش محروم اتعلم كل يوم حاجة اتعلم كل يوم مسألة وأنا بنصحكم إذا كنت انتو عايزين تأو قلوبكم وتعيشوا بجد مش تعيشوا بهزار لأنه بعيش خايف من نفسه ده بعيش بهزار عايز تعيش عليك بذكرين لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أول ما تحس ان نفسك بتقولك انت مقصر وان انت معملتش حاجة قل لا إله إلا الله هو الذي يغنيني أنا وأولادي وينظر إلى عملي فيصلحه قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأنه هو الذي يغنيني هو الذي يكفيني هو الذي يرعاني هو الذي يمينه قبل يميني اللهم إني نسألك وأنت الكريم وأنت الودود أن تطمئن قلوبنا وأن تجعلنا محل مددك حتى نسعى إلى عيالك الفقراء إلى أولادنا وأحبابنا بنورك ومددك يا كريم يا ودود يا رب العالم بعد الفاصل يا سادة نرجع ونقابلكم مرة تانية عشان نجاوب على أسألتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسألتكم مباركة ونخصص لها يوم نتكلم فيها ووقت نتكلم فيها ونجاوب عليها برحابة وبسعادة وبنتلقى تعليقاتكم بكل حب ومحبة ومعايزين نستمر في ده لأن دوة اللي بيخلينا نطور ونبقى أحسن ومعنا الأستاذ الدكتور أسامة اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبدأي أنا سعيد بالتواصل مع سعادتك دكتور لأن برنامج الشيق وتتناول فيه قضايا حقيبة نفس حياة المجتمع أنا استمعت بإنصاط إلى حلقاتك الكريمة على رأسي لكن حقيقي أنا ليا بس مدخلة فيها شيء بسيط فضل أولا كلنا لا ما نختلفش على أن الأسرة هي نواة المجتمع نعم وأن المجتمع هي البيئة الحاضنة للأسرة صحيح وبناء عليه إحنا لازم لما نتكلم عن تطلع الأم والأب بمسؤوليتهم اتجاه أبنائهم لازم نقسم الأجيال اللي طلع أو نيوجين ريشنز ديت إلى حلقات سنية صحيح هذه حلقات سنية ما فيش فيها فصال لازم يبقى فيها رعاية كاملة ليه؟ لأن احنا في هذه الحلقة السنية وخاصة الحلقات السنية الأولى من عمر الأجيال اللي هي لغاية مثلا ست سنين أو سبعة سنين دولا لا أقل من كده شوية الرعاية التمة ممكن تكون لغاية ثلاث سنين سنتين ونص إحنا بنتكلم على بأتكلم من وجهة نظري أنا ممكن نختلف لكن أنا من وجهة نظري هل تقصد الرعاية تمة اللي هي رعاية الأكل والشرب لا ممكن أكل والشرب لا اسمعني بس حدك الرعاية التمة تقصد بيها رعاية من كل شؤون التي يحتاجها الطفل في هذا الوقت لا أنا بقصد الرعاية الفكرية والرعاية العقائدية وذرع التقاليد الإسلام العقائد الإسلامي السمحة في نفسية الجيل الجديد من الصدق ومن الأمانة ومن الصلاة ومن الصوم ومن النظافة ولي 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 صحيح كل ديت في الفترة السنية لغاية مثلا ست سنين النهاردة المجتمع حقيقي أنا أستاذ في الجامعة وبقابل الأجيال اللي طلعالي حقيقي نتاج صنعته متبنية جدا ليه؟ لأنه ما خدش الاهتمام الكامل من الأسرة أن يزرعوا عنده المبادئ والمثل والقيم علشان ننشأ مجتمع مضبوط ممكن نلخص اللي حديك بتقوله ده في شيء ممكن نقدمه للناس في مدخلة لطيفة من حديك ايه الرسالة اللي حديك عايز تقولها لهم بشكل واضح الآن سعد دكتور أنا وجهة نظري شخصية ايوه انه اولا علشان عشان الاسرة تتطلع بمسؤولياتها اتجاه اولادها كما يجب ان يكون لابد ان يكون المجتمع مؤهل لاستقبال المرأة ماشي يبقى احنا كده دي رسالة دي رسالة اسمح لي اختم بيها مدخلة حضرتك ويبقى كمان معانا تواصلات اخرى بس خلينا نختم بده ان المجتمع لابد ان هو يتطلع بمسؤوليته ب ان هو يكون مهتم بالمرأة وبدورها وبيحترام هذه الادوار التي تم تغييرها وتم تطويرها في الواقع المعاصر انا موافق على الكلام اللي قاله سعد دكتور اسامة واحنا صحيح في حلقتنا كنا بنتكلم عن حاجة دقيقة شوية وهي بعض الاحوال التي تتكلم عن الشعور المبالغ فيه والمفرط فيه مسألة الشعور بالمسؤولية والشعور تجاه الاولاد بالذنب وده احنا كنا بنتكلم فيه لكن الكلام اللي قاله سعد دكتور اسامة كلام مهم مهم في مسألة الدوائر متدخلة ان الاسرة دائرة متدخلة في دائرة اكبر هي دائرة المجتمع متدخلة في دائرة اخرى دائرة العالم المعاولم فده صحيح واحنا مقررين بدا ولكن انا ما زلت بقول ما زلت بقول ان انا لن استطيع ان انا اصف الجيل الجديد اللي هو جيل زد او حتى الجيل الذي يليه لن استطيع ان انا اصفه بالتدني الشديد لكن أنا أصفه بالاحتياج الشديد أنا لا أصف أجياننا بالتدني لكن بأصف أجياننا بالاحتياج بالاحتياج بمعنى أن هم في الحقيقة مش هقول ثمرة ما أنا أقدمه لهم هذا كلام بيختزل القضية لكن هم كمان لازم نقدر ونفهم بيئتهم ونفهم ثقافتهم ونفهم تفاصيل التفكير اللي بيفكروه وعشان كده أنا شايف أن احنا لازم نتكلم كلام طويل عن الجيل ومن نتعامل مع من هذه الأجيال تحتاج إلى الفهم قبل الحكم وقد لا نحتاج إلى حكم قد نحتاج إلى مجهود قد نحتاج إلى تعلم قد نحتاج إلى مشاركة قد نحتاج إلى تجربة قد نحتاج إلى محبة قد نحتاج إلى توسيع أفق قد نحتاج إلى استشراف المستقبل لكن آخر حاجة أو أبعد حاجة ممكن نحتاجها أن نحن نحكم على أولادنا وجننا الجديد نعم أستاذ أمل من القليوبية أستاذ ألمل أستاذ أمل أنا بس عندي عندي إشكال أن التليفون ممكن تتحركي إلى مكان التليفون ما بيقطعش فيه شوي حاوة بقول لحظتك أنا دلوقتي بقالي خمس شهور خمس شهور بس تمام أو عندي دلوقتي أنا دلوقتي عندي 22 سنة تمام دلوقتي في مشكلة جندة ومش أول مرة أغضب يعني أنا دلوقتي غبانا عند أهلي ودي مش أول مرة يعني كتأول غضب بسبب أنه بيميت بإيده علي وبيغلط في والدتي وأنا والدتي متوفية عن متى نعم تاني مرة دي دعم أيها تاني مرة تاني مرة اللي أنا وضعت دي دلوقتي بسبب والدت والدت عايزة تدخل في حياتي يعني مثلا عايزاني وأنا خرجة أقول لها أنا خرجة أنا دخلة أنا مش عارفة إيه هو منه اللي هو بيسمع كلام مامته في كل حاجة يعني لو مامته قالت له اطلع مثلا ماشيها فعلا بيطلع يمشيني وأنا المشكلة إن أنا بعتبر والدتو زي والدتي مش مؤثرة معاك سنه كم هو هو عنده واربعة وعشرين سنة أم طيب ومشكلة إن هو بيشرب 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 مخدرات بيشرب حشي بيشرب مخدر حشيش لا هو أكره حشيش حشيش بس إنه كان في أي حاجة مخدر الحشيش أيه وبعدين بس فحاولت بطله له كتير يقول لي لا ده كفريشي أنا مش بشرب منه لا مفيش الكلام ده طيب أنت كنت عارفة ده قبل الجواز لا أنا تصدمت أصلا يعني بعد الجواز لأيته بيشرب بيشربه من زمان طيب يا أمن هو صغر هو متعود على الكلام ده أصلا مامتو عارفة ومامتو عارفة بيقولك أنا مش بخاف من حد هو دلوقتي ناشي وارك انبارح بكلم والده بقول له حصل واحد اتنين تاري طيب أقول لي أنا اللي قايله يغضبك ويبعتلك هدومك طيب سبيني بقى سبيني يعني سبيني أقول لحضرتك الحل إيه هو طبعا المشكلة دي مشكلة أبعدها صعبة أنا طبعا لما بقول لها أقول لك الحل إيه أقول لها شيء تعمله لكن هو مش هيكون الحل الحل أن هما الاتنين يجون على مركز الإشارة الزواجي ونتكلم مع بعض لأن فيه جزء من الحل يتعلق بالزوج وجزء من حل يتعلق بالأستاذ أمل اللي حصل ببساطة خالص ده نموذج ده نموذج اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة أن الأب والأم ما زالوا بيعملوا إيه بيحاولوا يعالجوا تقصرهم في تربية الولد بأن هما يحموا من اللو ويطلقوا له العنان ليعيش حياة في الأقل ما يقال عنها حياة غير متزن مفيش إنسان بيعتمد على مخدر إلا وهو في حالة عدم التزان والطراب في الشخصية وإذا كان هو بيعتمد على المتخدر من زمان فهو أدمن ما فيش حياة يسمعها إن المخدر حاشيش ما فيهش إدمان مخدر حاشيش فيه إدمان يقينا وخلاص انتهينا ده مستقر وخلاص تم أصبح خلاص حقيقة في العالم فاللي حاصل ببساطة خالص وعلى فاكرة كل القوانين اللي حصلت دي عشان مخدر إحنا بنتكلم عنه ده لأنه مخدر في غاية السوق وفي غاية الخطورة على الناس فمحدش يقول بلا إلا تفريح ولا يقول ده مخدر وده ما بيوصلش الإدمان ده كله أكاذيب ودي اسمع أنا بسميها خرافات مخدر الحاشيش فيه خرافات كده متعلقة بهذا المخدر منها ده وإحنا لما بيجي نتكلم مع صندوق مكافحة الإدمان بنقول الكلام ده والكلام ده خلاص مستقر فأول حاجة أنا شايف أن أول حاجة لازم تتكلمي فيها تتكلمي على مسألة أنه يترك المخدر لأن اعتماده على المخدر ده هو اللي بيخليه مزاجه غير معتدر هو مش واخد باله هو مش واخد باله وهو في مرحلة الإنكار هو بينكر أن المخدر مؤثر عنده وأن المخدر تحت السيطرة هو تحت السيطرة ففكرة المخدر دي لأنه هو اتعود على الهروب كلما الضغوط بتزيد عليه بيشرب من المخدر وعشان كده المخدر ده أول حاجة لازم نتكلم فيه أنه يسيبه أنت بتقولي إيه؟ أنا ما كنتش أنصحك خالص أن أنت تسيب البيت وخاصة في الفترة القريبة ديت في الفترة الأولى من الزواج ما بننصحش حتى في الفترة الأولى من الجوازة أنه يسيب البيت لأن سيبان البيت بيعلي المسألة من أنها مشكلة تتحول إلى أزمة بيتها يؤزم المسألة لكن طبعاً لو كنت أنت تعرضت الخطر أنت بتقولي أن أنت حصل ضرب لو كنت خايفة على حياتك ده بيبقى ليه تعامل تاني لكن إذا كان هو ضربك ضرب الحقيقة ضرب بيخليك تحس أن أنت خايفة على حياتك آه بيبقى ده مبرر أنا ليه بقول كل الكلام التفاصيل دي؟ لأن في سنة أولى جواز وخاصة بعد خمس تشهر المسائل ما تبقى مختلط فيها أنه هو مش عارف يبقى زوج على مختلط فيها بعض السمات السلبية عنده على أنه هو مش عارف الأدوار وممسؤوليات فبيضطر ياخد كل الكلام ده من والده والدته فأنا مش هقدر أقولك أنه هو شخص الشخص أنا طبعاً ما بحب أنا للأسف يعني بعتبر مصطلح ابن أمه ده مصطلح ما يصحش عيب لأنه كنا أنا ابن أمه لكن أنا بحب مصطلح شخص اعتمادي اعتماداً سلبياً فإذا كان هو اعتمادي اعتماداً سلبياً على والده أو والدته ده مش هنقدر نعرفه دلوقتي لأنه هو في أغلب الأحيان في أسانة أولى جواز لما يكون الناس مش مؤهلين للجواز بيضطروا يعملوا إيه بيبقى أقرب الناس عشان يعرفوا إزاي يتصرفوا منهم هو الأب والأم وهو ساعات بيروح لأمه لأنه هو بيتعامل مع امرأة مش بيروح لأمه لأنه هو بيعتمد عليها فأنا مش هقدر أقولك ولا أتعامل معاه لأنه اعتمادي إلا إذا أعادت معاه فنصحتي أول حاجة نتكلم في تركه المخدرات ثاني حاجة نتكلم إنه هو ما فيش حاجة اسمها ضرب ثالث حاجة نتكلم نقول بقى إيه الخطوط إنتم محتاجين تحددوا ثلاث حاجات إيه يا الخطوط الحمرة وإيه التفطيرات بتاعتكم وإيه الأصول اللي هيتبيني على البيت ده لازم أي حد يدخل كوسيط للإصلاح بينكم يعمل الكلام ده فلازم يبقى فيه وسطة خلاص إنتم بدل إنت روح تبيت والدتك أو بيت والدك إنت خلاص محتاجة وسيط يتدخل فأهم حاجة إنه لازم يتدخل وسيط عشان يقرب وجهات النظر أنا قلت لحديك شوية حاجات تتعلق بالحالة اللي أنت فيها دي لكن مش أقدر أقولك تعملي حاجة لأن أنت لما تعملي حاجة هو هيقراها إزاي دي مش هتنفع فلازم يتدخل وسيط عشان أنت اللي هتفعلي ده وتم يتقريش غلط أستاذة إسراء من المنوفية تتفضل عليك وسعكاته أستاذة إسراء لتتفضل الحمد لله أهلا وسهلا وأنت طيبة يا فانت أنا عندي مشكلة شوية أنا عندي مشكلة أستاذة إسراء إن أنت محتاجة تتعلق صوتك شوية أنا مستمع كويس أنا أه تفضلي أستاذة إسراء طيبة إذا أطلب من حضرتك رسالة إنك توضي لكل حمد إنها بتسرق لذلك ليسها في البيت وبتأدي إلى مساكن طيب حاضر يا أستاذة إسراء وأنا مشكلة حاضرك إن تزارك خليني أجاوب خليني أوجه الرسالة دي بصي أنا باجي في تمرين المقبلين على الزواج لما أجي مرة ترامزتي عندنا اختبار كده فأقول لهم الحماة وجودها مهم جدا للحياة الزوجية ولا خطر على الحياة الزوجية في الغالب بعضهم بيختار إن هي خطر أو بعضهم بيختار إنها مهم اللي اتنين دولا غلط الحماة إنسانة إنسانة يعني إيه وإنسانة كمان في بعض الأحيين حصلها تهديد فلازم لما جاء أتعامل مع حماتي أتعامل مع حماتي على إن هي شخص امرأة امرأة حطي تحت كلمة امرأة مليون خط تعرضت إلى تهديد تهديد إيه إن من زرعت فيه كل الزراعة دي قد يتركها ويهملها ده تهديد عن كل الستات الشاطر اللي هيقدر يأمنها في ده المرأة الشاطرة أو سلفاتك ممكن تكون عملوا كده إنهما حسسوها إنهما مش هيخضوا بنها ده مش محتاج إن انت تقوليه ببقك لكن محتاجيه إن انت تمرسيه إن انت لما تشوفيها هي بتكلمه ما تقلبيش وشك إن تشوفيها لما تقعد معاه شويتين تلاتة ولما تاخده منك ما تقلبيش وشك فالبداية بتكون منين؟ أنا آسف يعني البداية بتكون منك هو حد فينا كلنا مش عارف الظروف اللي بتتعرض لها الحماة واللي بتعمله كلنا عارفين ده يبقى البداية تكون من مين؟ من اللي عارف اللي هتعمله الحماة فأنا شايف إن انت محتاجة شوية تغيري طريقة معاملتك مع حماتك وما تقوليش بقى أصلهم بيتزللوا ليها وبيتمحلسوا ليها وبيعملوا كده أبدا احنا عندنا قوله وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أما بقى ما حضرتك بتقولي لي وجه رسالة للحماة هي أول ما هكلم الحماة هتقول لي إيه أنا والله بحس لجوازات بناتي اللي هم الطيبين الحنينين أما دي فكلمة بكلمة يا مولانا ينفع أنها تكلمة ينفع كده أنه ما نعملش بسنة رسول الله صلى الله ليس مننا من لم يوقر كبير أنا أنا أقول لك ستين الحماة ويرحم صغير أنا فحضرتك ارحميها ارحميها يعني إيه راعي أن هي لسه لسه بتبتدي الجواز جديدة لسه في سنولة جواز فمحتاجة أن أنت تعملي إيه ترحميها يا رد تقدم لها لخبراتها وهي لو ما سمعتش الكلام وانت قلت لها اللي تنصعيها بيه وما فهمتش قل لها مرة تانية بس برحمة مش هقولك لأنك أمها لأ لأن الست دي قلب ابنك متعلق بيها محدش طلب منك أن أنت تبقى أمها لكن إحنا طلبنا منك أنك تسعدي ابنك لأن سعدته مع هذه المرأة ولو عملت كده أنت أعطيش في راحة وهي أعطيش في راحة وانتوا الاتنين تبقوا في سعادة وفي هنا وهو دوت وتعاونوا على البر والتق ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وخلوا بالكم أن فيها يسمع الحالقة رسول الله صام قال ألا أنبيكم الحالقة قالوا ما الحالقة يا رسول قال لا أكونوا تحلقوا الرأس ولكن تحلقوا الدين إيه اللي تحلقوا الدين ده بقى اللي بتفتت الدين وتخليه مش موجود إفساده ذات البين فأرجوكي أياته على الحما لا تفسدي ما بين ابنك وبين زوجتي وأرجوكي أياته على العزيزة الزوجة الجديدة ما تفسديش بينك وبين جوزك وبين والدته يا رب لهمنا السواب وجعلنا يا رب العالمين من أهل الرشد ومن أهل الحكم حتى نرى الوسع يا رب ألهمنا أن نرى الوسع وألهمنا يا ربنا أن نرى مددك وأن نرى سندك وأن نرى أنك أنت السيد الذي لا يترك عبيدة ونكتفي بقولك أليس الله بكاف عبده يا رب جعلنا في أمانك وفي ضمانك وفي سعتك وفي مددك يا رب العالمين واجعلنا لا نخاف من شيء لأننا في أمانك وفي حضرتك وفي حفظك يا كريم يا ودود يا رب العالمين موسيقى 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 موسيقى